الجهاز الجلدي والهيكلي للجلاكي أولاً الجهاز الجلدي يتميز الجلد البيترو ميزون بتركيبه اللين واللزج والذي لا يغطى بأي حراشيف أما عن تكوينه فيتمثل في طبقتين رئيسيتين وهما طبقة البشرة وطبقة الأدمة واحد البشرة وتتكون من طبقة من الخلايا الطلائية المصففة تغطى بطبقة جليد تحتوي البشرة على خلايا مخاطية وخلايا محببة وخلايا صولجانية كلابسيل وكلها تفرز المخاط هذا بالإضافة إلى طبقة ملبيغي سريعة لانقسام وهي عبارة عن نسيج ضام به أوعية دموية يالي الأدم صف من الخلايا الصبغية وبعدها توجد العضلات حيث تتكون عضلات الجسم من قطع عضلية متعرجة على شكل حرف W بينها فواصل عضلية وتتميز العضلات في منطقة الخياشيم إلى جزء ظهري وجزء بطني ولا يظهر هذا التمييز في منطقة الذيل ثانيا الجهاز الهيكلي وانقسم إلى جزئين وهما الهيكل الخارجي والهيكل الداخلي واحد الهيكل الخارجي وتكون من أسنان قرنية في القمع الفموي على سطح اللسان وتتكون من الطبقة القرنية لخلايا البشرة اثنان الهيكل الداخلي وتمثل فيه الحبل الظهري والذي يطلق عليه عمود فقري ابتدائي فتكون من خلايا جوفاء تحيط به طبقة من الخلايا المكعبة وتسمى بطلائية الحبل الظهري وترتكز على غشاء القاعدة ويكونان معا الطبقة المطاطية الداخلية ويحاط الحبل الظهري بطبقة من نسيج ضام ليفي يسمى الغلاف الليفي على جانبي الحبل الظهري في منطقة الجذع زوجان من الامتدادات الغضروفية العقلية في كل عقلة من عقل الجسم الزوج الأمامي يسمى ظهريات قاعدية والزوج الخلفي يسمى بين الظهريات وهذه الامتدادات تحيط بالحبل العصبي وهي بدايات لتكوين العمود الفقري أما عن منطقة الخياشيم فتدعم بسلة خيشومية غضروفية كما تدعم الزعانف الوسطية أيضا أشعة زعنفية غضروفية ترجمة نانسي قنقر